اشتركوا في القناة جدا في الاوساط السياسية وخصوصا في الحزب الديموقراطي لانه كان فيه اسئلة كتير بخصوص طبيعة الاتصال وتوقيته والمواضيع اللي تم النقاش فيها ده منطقي وموضوعي عموما الاتصال تم خلال الايام اللي فاتت ولكن امتى بالزبط مفيش حد يعرف التوقيت تحديدا ولكن بشكل كبير هو تم خلال اواخر شهر مارس او بدايات شهر ابريل الجاري يعني في خلال العشر ايام اللي فات ومن دلوقتي ممكن نرجع 3 اربعة ايام ونقول الاسبوع اللي قبل 3 اربعة ايام لانه بداية انتشار الموضوع من يومين 3 صحيفة نيويورك تايمز بتقول ان المكالمة دي كانت مهمة جدا لانها بتحط النقط على الحروف في علاقة ترامب مع ولي العهد اذا رجع ترامب مرة تانية لحكم الولايات المتحدة الامريكية على حساب جو بايدن وبتقول انه منا المؤكد ان ترامب وعد ولي العهد بتقديم مميزات افضل فيما يخص مفاوضات التطبيع مع اسرائيل بالنسبة للسعودية يعني ترامب بيقول لولي العهد بلاش تطبع دلوقتي ما تديش الفرصة لجو بايدن واستنى لما ناجي هقدم لك مزايا اضافية للسعودية اكتر من اللي هقدمها لك جو بايدن ده طبعا مش ببلاش اكيد ترامب طلب من السعودية دعم مالي لحملته الانتخابية واكيد طلب من مجموعات الضغط السعودية في الولايات المتحدة ان هي تدعمه في الانتخابات احنا قلنا قبل كده ان امريكا فيها مجموعات ضغط اعلامية واقتصادية وسياسية كبيرة جدا لعدد كبير من البلاد يعني مش بس اسرائيل هي اللي عندها لوبي في الولايات المتحدة وان كان الاقوى الا ان الامارات مثلا عندها السعودية عندها قطر عندها لوبي كمان روسيا عندها لوبي قوي جدا وطبعا الصين عندها لوبي قوي جدا جدا في الولايات المتحدة الامريكية فقصة ان ترامب يتصل بولي العهد ويقدم له مميزات من غير مقابل دي طبعا من سابع المستحيلة مفيش حاجة في السياسة ببلاش بالتأكيد ترامب طلب دعم مالي دعم سياسي دعم اعلامي لحملته الانتخابية نيويورك تايمز بتقول ان ترامب من اشد المؤيدين للسعودية والولي العهد وانه دايما بيتفاخر بانه انقذ ولي العهد الامير محمد بن سلمان من التوارض في مقتل جمال خشوجي لان الاستخبارات الامريكية توصلت لمعلومات بتقول ان الامير محمد بن سلمان هو اللي وافق على قتل خشوجي او هو اللي بدت ضوء الاخضر للمخابرات السعودية ان هي تتخلص من خشوجي في تركيا طبعا احنا عارفين القصة الشهيرة بتاعة ديامال خشوجي تكلمنا فيها كتير جدا واحنا مش في مجال لغض على كلام نيويورك تايمز او كلام ترامب نفسه هو له رأيه وهو حق فيه احنا كمان فندنا الكلام ده كتير جدا قبل كده لان تركيا اللي هي قلبت الدنيا وقالت انها سمعت كل اللي حصل جوه السفارة ما نشرتش اي تسجيل من اللي قال عليهم اردوران المحكمة التركية ذات نفسها في النهاية احلت القضية للقضاء السعودي اللي هو بالفعل كان بدت في الموضوع وحاكم المنتهمين المهم هي مصلحتنا مع ترامب مش تفنيت حكاياته او حكايات نيويورك تايمز عموما نائب رئيس مركز الامن الامريكي فريد فلايتز شايف ان المكالمة الاهتفية ما بين ترامب وولي العهد بتؤكد على الصداقة الوثيقة ما بينه وان السعوديين عايزين يفضلوا على اتصال وثيق مع ترامب لانهم عارفين انه في احتمالية كبيرة لاعادة انتخابه مرة تانية في نوفمبر اللي جاي وزي ما قلت لحضراته في ناس ممكن تعتبر ان دي مجرد اتصال عادي جدا ما بين ترامب وولي العهد لان للتنين بتجمعهم صداقة او بتجمعهم مصالح مشتركة من اي نوع فممكن حضرتك تشوف ان الاتصال ده امر عادي ولكن في امريكا الوضع مختلف تماما الجمهوريين بيقولوا ان ترامب اتكلم مع وولي العهد في امور عادية بتحصل ما بين اي زعماء في العالم سواء كانوا لسه في السلطة او خارجوا من السلطة وان الموضوع مش مستاهل كل المؤامرات اللي بيتكلم عليها الديموقراطيين ولكن الديموقراطيين طبعا هم عارفين ان ترامب مستحيل يكون بيتكلم مع وولي العهد والمكالمة تتصرب للصحافة وتكون المكالمة دي مكالمة عادية وهو اكيد تتكلموا كتير والمكالمات ما تصربتش للصحافة اكيد المكالمة دي وراها حاجة واكيد في لعبة ترامب بيجهزها علشان يفاجئ بيها جو بايدن في الانتخابات اللي جاية في شهر نوفمبر وما فيش حد من الجمهوريين او الديموقراطيين وثق في التاني كل واحد عنده غوية وكل واحد بيشك في التاني الجمهوريين شايفين ان الديموقراطيين بيدخموا الامور علشان يهزوا ثقة الناس في ترامب ويقولوا للناس ان ترامب بيخالف قواعد الشرف الانتخابية وبيتدخل بشكل شخصي في السياسة الخارجية الامريكية وهو ملوش اي صفة رسمية علشان يتصل بزعماء الدول اللي امريكا لها معاهم مصالح مباشرة ده بالاضافة الى انها جريمة اصلا في القانون الامريكي ولكن الديموقراطيين شايفين ان الجمهوريين بيستخدموا اساليب قذرة لاكتساب دعم مادي واعلامي وسياسي من السعودية للمساهمة في رفع نسبة نجاح ترامب في الانتخابات اللي جاية طبعا الدعم السعودي مش هيكون ببلاش لازم يكون ترامب قدم وعود بمميزات كبيرة للسعودية في حالة نجاحه وعودته مرة تانية للبيت الابيض باختصار مفيش حد فيهم وثق في التاني نهائيا والموضوع مش واقف على السعودية وبس لا الديموقراطيين شكين في علاقات ترامب بروسيا كمان وهم قبل كده كانوا اتهموا اساسا انه استخدم علاقاته بروسيا علشان يؤثر على نتيجة الانتخابات الرئاسية اللي فاس فيها في المرة الاول ودي كانت قضية شهيرة جدا والصحفة الامريكية تكلمت عنها كتير فايه اللي يمنع بقى انه زي ما روسيا ساعدت ترامب بحسب اعتقادهم في الوصول للبيت الابيض سنة 2017 انه المملكة العربية السعودية هي اللي المرة دي تساهم في نجاح ترامب في الوصول للبيت الابيض سنة 2025 الاحتمال ده مسبب كوابيس للديموقراطية لان السعودية مش دولة عادية احنا بنتكلم عن دولة غنية جدا وعندها علاقات قوية جدا ومتشعبة للغاية بمؤسسات الضغط السياسي والاعلامي والاقتصادي داخل الولايات المتحدة فدلوقتي المفروض لو انت ما كان بايدن تعمل ايه والله المنطق بيقول ان بايدن المفروض انه هو كمان يتصل بولي العهد السعودي ويقوله اذا كان ترامب عرض عليك مميزات كذا وكذا طيب مفيش مشكلة احنا برضو ممكن نعرض عليك مميزات كذا وكذا وهي اكتر من المميزات اللي عرضها عليك ترامب يعني من الاخر المفروض ان بايدن يعلي على المزايا اللي وعد بيها ترامب وولي العهد وكل الصراع السياسي ده طبعا بيصب لصالح المنطقة بالكامل مش السعودية بس على فكرة لان اي مميزات امريكية كبيرة حيتم تقدمها للسعودية ففوائد المميزات دي حتستفيد منها المنطقة بالكامل لان بعد التطبيع السعودي الاسرائيلي حيكون فيه شكل جديد تماما للمنطقة الشكل ده بنسبة كبيرة حيكون مبني على تصفير المشاكل ووقف النزاعات المسلحة لان المشكلة الرئيسية في الشرق الاوسط هي القضية الفلسطينية والمفروض ان هي ساعتها حتكون تحلت مع التطبيع السعودي او في طريقها الحل نهائي من خلال اقامة دولة فلسطينية مستقلة اللي هو يعني ايه اقرار حل الدولتين فساعتها مش هيكون فيه وجود الحماس بشكلها العسكري ولا هيكون فيه اي داعي لتدخل ميليشيا العراق او حزب اللي موجود في لبنان او الحوثيين اللي موجودين في اليمن في الشأن الفلسطيني لان القضية الفلسطينية حتكون تحل التماغن فبالتالي احنا حنكون قفلنا باب التضرع بالقضية الفلسطينية ضبة ومفتاحة يعني مفيش اي ميليش يا باب في المنطقة تقدر تقوم وتقول لنا والله انا بستخدم السلاح بتاعي عشان ننصر القضية الفلسطينية لانه خلاص مش هيبقى في حاجة اسمها قضية فلسطينية اصلا والدولة الفلسطينية المستقلة حيتم اعلانها ونكون انتهينا تماما فساعتها مين اللي هيخسر بالضبط الله ينقع عليك اللي هيخسر في اللعبة دي هي ايران وميليشياتها فساعتها الميليشيات دي حتكون موجودة في البلاد اللي هي فيها سواء اليمن او لبنان او سوريا سبب تقول انا موجودة علشان فساعتها هيحصل استضام ما بين الميليشيات دي وما بين اهالي الدول دي اللي هم كانوا صبرين عليهم بحجة انه سلاح المقاومة ده لتحريق فلسطين فبعد نهاية القضية الفلسطينية وحلها مش هيبقى فيه اي حجة تانية فيئمة السلاح ده يتسلم للدولة يائمة انه تحصل مواجهات ما بين الشعب والجيش بتاع الدولة دي ضد الميليشيات الايرانية دي وبالتالي بدل ما سلاح الميليشيات ده متوجه ضد دولنا سواء كانت مصر او السعودية او دول الخليج عموما فسلاح الميليشيات ده ساعتها هيكون متوجه ضد الشعوب اللي الميليشيات دي بتحكمها او متواجدة على ارضها غصبا عن اهلها يعني سلاح حزب الله هيكون متوجه ضد الشعب اللبناني وسلاح الحوثيين هيكون متوجه ضد الشعب اليمني ولكن ساعتها مش هيكون متوجه بشكل مستطر زي دلوقتي ولكن هيكون موجه بشكل مباشر لأنه خلاص مفيش أي حجة تانية للميليشيات دي إنها تكون موجودة وبالتالي قرار حل الميليشيات اللي إن النوع ده هيكون هو القرار الحتمي وبالتأكيد الميليشيات دي مش هتتقبل القرار فحتحصل مواجهة ولكن في النهاية أي شعب أو أي جيش لو اتحدوا فلازم هيهزموا الميليشيات دي مهما كانت الميليشيات دي قوية فبالتالي إيران هتخسر دورها وهتخسر نفوزها في المنطقة الإيران وبكده هتكون الصراعات في الشرق الأوسط هتختفت تماما أو بشكل كبير تم تقليل الصراعات بنسبة تتجاوز السبعين في المئة على أي حال ده كان رأيي وتحليل الشخصي لمكالمة ترامب مع ولي العهد ومنتظر أراء حضراتكم في التعليقات في النهاية حفظ الله مصر حفظ الله المملكة تحية فلسطين حرة مستقلة وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر